يبدو أن الصراع الدائر بين أجنحة الإطار التنسيقي آخذ في التصاعد والانتقال من مرحلة الصراع الخفي إلى صراع علني بين مكوناته الرئيسة من الأحزاب الطائفية والميليشيات فكان إحدى وأحدث تجليات هذا الصراع محاولة الإطار الاستحواذ على شبكة الإعلام العراقي حين قرر مجلس أمناء الشبكة إقالة رئيسها وهو ما رفضه السوداني ويقول مراقبون إن الفجوة والخلافات بدأت تتسع بين أقطاب الإطار التنسيقي لأسيما جناحي المالك الخزعلي من جهة وتكتل العامري عمار الحكيم والعبادي من جهة أخرى وتعز أوساط سياسية حالة الانقسام داخل الإطار التنسيقي إلى انتفاء الدافع الأساس وراء تشكيل هذا التحالف بعد قرار الصدر سحب كتلته النيابية وتقول الأوساط السياسية إنه وبعد قرار الصدر الانسحاب من العملية السياسية كما يقول الطيار الصدري بدأت تظهر التصدعات بين مكونات الإطار في ظل استشعار عدد من أقطابه عن توجهات المالك في الاستئثار بإدارة دفة العملية السياسية بمعزل عن شركائه في الإطار التنسيقي ويشير مراقبون إلى أن الصراع الدائر داخل الإطار إنما يصب في صالح التيار الصدري الذي حاول ضرب التحالف من الداخل كما أن الأمور بالنسبة للإطار تتجه نحو مزيد من التعقيد وربما الصدام المسلح ومما يعجل بانفجار الصراع هو دعوة الصدر أنصاره للمشاركة فيما يسمى صلاة الجمعة الموحدة في رسالة واضحة بأن التيار الصدري لم يغادر المشهد تماما كما كان يأمل شركائه السابقون في البيت الشيعي الطائفي